موسيقى حياكم الله مشاهدين الى كارم وهذه نشرة اخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين بسبب التعنت الكردي مجلس النواب ينهي جلسة صاخبة ويفشل في تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعد احتجاجات غاضبة لتركمان وعرب كالكوك بغداد تلغي قرار تسليم الديمقراطية الكردستانية المقر المتقدم للعمليات المشتركة موسيقى البنكو المركزي يفقد 20 بالمئة من الاحتياطي النقدي خلال العام الماضي ويبدأ تنفيذ خطته للاصلاح المصرفي منذ ايام متواصلة استمرار الاحتجاجات في محافظة ذيقار واغلاق مستمرة لمصفات النفط في الناصرية اهلا بكم رفع مجلس النواب جلسته الى السادسة مساء الثلاثة بعد تصويت على تسع من مواد التعديل لقانون المحكمة الاتحادية وقال مصدر برلماني ان البرلمان اجل التصويت على مجمل التعديل الاول قانون المحكمة الاتحادية الى جهسة الثلاثة من اجل اكمال القوى السياسية حواراتها بشأن القانون مضيفنا اما ان ينضي بالتصويت على التعديل او التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الجديدة بعد حل الخلافات على الفقرات المتبقية شكراً لكم شكراً لكم وقالت الدائرة في بيانا إن مجلس النواب يستأنف جلسته الآن بالتصويت على مواد قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية مضيفاً أن عدد النواب الحاضرين بلغ 198 نائباً وإشار البيان إلى أن المجلس صوت على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومادتين جديدتين لقانون التعديل الأول للقانون إضافة إلى الأسباب الموجبة للتعديل ويأتي ذلك بعد الجزء الأول من الجلسة التي شهدت خلافات ومشادات كرامية ما أدى إلى انسحاب عدد من نواب الكرد وغيرهما وتم إيقاف التصويت على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية بعد الموافقة على طلب إضافة التصويت على مشروع التعديل على القانون القديم إلى جدول الأعمال هذا وقد شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة مقاطعة من موثل الأقليات المسيحيين والإزيدين والصابئة احتجاجا على قانون المحكمة الاتحادية كما شهدت الجلسة تصاعد الخلافات على مواد القانون بين الكتل الكردية والكتل الشيعية ليصل إلى حصول عراق داخل قاعة البرلمان بين النائب يوسف الكلابي ونواب كردة حول بنود وفقرات مشروع قانون الموازنة وقالت مصادر نيابية إن السجال أو الشجار انتقل إلى كفتريا البرلمان هذا وكانت الجلسة قد عقيدت برئاسة النائب الأول لرئيس حاسن الكعبي باستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية هذا وكشف النائب أحمد الأسدي عن تفاصيل تمرير قانون المحكمة الاتحادية مبينا أن البرلمان سينضي في إقرار القانون الأصيل في حال تحقق النصاب بثلثي أعضاء المجلس وقال الأسدي أنه تم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية مع عدد تصويت على القانون بالمجمل قبل رفع الجلسة مشيرا إلى أنه في حال اكتمال نصاب الثلثين سيتم التصويت على القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيجرى التصويت على التعديل أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب فالح الزياد أن الخلافات ما تزال مستمرة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان حول حصة الأقليم في مشروع قانون الموازنة وقال الزيادين أن الخلافات ما تزال مستمرة ومشروع قانون الموازنة معطل حتى الآن بالتالي فإنه يعتقد أن الموازنة يجب أن تمرر بالأغلبية محذرا من أن المواطن العراقي هو المتضرر الوحيد مضيفا أن القوى الكردية هي التي تعطل تشريع مشروع الموازنة حتى الآن كما أنها عطلت أيضا تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية وبيّن الزيادين مجلس النواب اضطر في جلسته الأخيرة التي استمرت حتى وقت متأخر ونتيجة الاستمرار خلافات إلى طرح مشروع قانون تعديل المحكمة الاتحادية بدلا من مشروع القانون الجديدة وذلك من أجل تجاوز الخلافات في ملف الموازنة بين عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي أن البلومان سيمرر الموازنة باستثناء المواد المختلفة عليها الخاصة بحصة الإقليم مشيرا إلا أن تمرير الموازنة سيحتاج إلى أكثر من جلسة داخل البرلمانة وقال الشبكي أن اللجنة المالية تتوقع إنجاز ملف الموازنة مع الإقليم وخاصة ما يتعلق بصادرات النفط والمستحقات المالية في القريب العاجل من أجل التصويت على الموازنة وإلا سيتم تأجيل التصويت على المواد الخلافية في ملف يوضاع سنجار كدى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرج أن أمن القضاء سيكون اتحاديا بيد الجيش العراقي فيما ستكون الشرطة المحلية من السكانة وجاء في بيان عن مكتب الأعرج أنه زار قضاء سنجار على رأس وفد انضم كل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الأمن الوطني وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعددا من الضبار ضمن قاطع قيادة عمليات غربي نينوى وخلال لقاء عقد في سنجار بحضور الأعرج أكد أن الحكومة عازمة على إعادة الخدمات والحياة إلى سنجار وحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون مشيرا إلى أن هناك جهدا حكوميا لتطبيق اتفاق سنجار وعودة النازحين وأن الحكومة ستوفر كل أسباب نجاح تنفيذ اتفاق سنجار وضف الأعرج أن المجتمع الدولي مطالب بالمساعدة في أعمار مدينة سنجار كشف القيادي في كدلة النهج الوطني مهند العتابي عن استثمارات لحزب البعث المنحل في إقليم كردستانة مشيرا إلى أن الأقليم يأول كثير من المطلوبين وقال العتابي أن الأقليم لا يسمح بدخول ديوان الرقابة إلى المحافظات الشمالية من أجل التدقيق المالي مؤكد أن حصة إقليم كردستان تتجاوز حصة عشر محافظات بينها بغداد في كاركوكا كدى مصدر أمني إلغاء أمر انسحاب المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كاركوكا وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني وقال المصدر أن قرار الإنسان هذه الخطوة جاء بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة هذا وكان المئات من العرب والتركمان قد تظاهروا أمام المقر رفضين عودة الحزب الديمقراطي إلى كاركوكا فيما تعرض المتظاهرون إلى هجوم بقنبلة صوتية تسببت بإصابة اثنين من المتظاهرين ولم يعرف حتى الآن المتورطون في الأثناء أقدم المئات من العرب والتركمان الغاضبين في كاركوكا على غلق الطريق الرابط بين كاركوكا وأربيلا وذلك احتجاجا على عودة الديمقراطي الكردستاني إلى مقره من جهتهم أكد النواب العرب وتركمان في برلمان عن محافظة كاركوك رضهم ما وصفوه بإقحام كاركوك بالخلافات بين بغداد وأربيلا معتبرين ذلك مصدر خلق يهدد أمن واستقرار المحافظة وقال نوافي بيانة إنهم في الوقت الذي يؤكدون دعمهم لجميع الخطوات التي تحفظ الأمن والاستقرار في العراق وكاركوك بشكل خاص بعد المكاسب التي تحققت منذ نجاح تطبيق خطة فرض القانون نؤكد أن أي قرار يمس إقليما أو أمن كردستان أو كاركوك ولغايات سياسية دون حصول تفاهم وتوافق سيؤدي لنتائج سلبية تهدد الأمن والسلم الأهليين وأضاف أن كاركوك عانت من الإرهاب والتمييز سنوات الخطف والتجريف لا يمكن لمواطنيها القبول بالعودة إلى الوراء مشيرين إلى ترحيبهم بعودة الحزب الديمقراطي للعمل ولكن تحت حماية وهيبة القوات الاتحادية أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي استمرار الوزارة بخطته الاستعدادية لصيف المقبل مشيرا إلى استمرار أعمال الصيانة والتهيل لعدد كبير من الوحدات التوليدية التي سترفض المنظمة بأربعة آلاف ميجاوات قبل موسم الصيف وأضاف العبادي أن عملية الصيانة لوحدات التوليد تأتي لزيادة موثوقيتها وضمان عملها بشكل يتلاءم مع حاجة البلاد للطاقة خلال فترة الصيف مشيرا إلى أن الملكات تعمل بظروف استثنائية وبجهود ذاتية بالتزامن مع محدودية التخصيصات المالية وأضاف العبادي أن تأخر إطلاق التخصيصات للوزارة أثر بشكل كبير في عدد لا يستهان من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم بزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إطلاق الوجبة الثلاثين من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة وقال ركابي في بيانات أن الوزارة أطلقت خمسة آلاف قرض للمتقدمين على برنامج القروض بويسرة لإنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في بغداد والمحافظات مشيرا إلى أن قروض الوزارة بدون فوائد وتسدد على شكل أقصاد سنوية لمدة خمس سنوات داعيا المتقدمين إلى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها المنتشرة في المحافظات كافة لإكمال إجراءات تسلم القروض كشف البنك المركزي العراقي عن إجمالي احتياطاته من العملة الأجنبية مؤكدا أنه يبلغ قرابة 56 مليار دولار مؤكدا حفاظه على استقرار إسعار الصرف الأسواق من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة وقال مصدر المسؤول في البنك المركزي أن الاحتياطات الأجنبية ما تزال ضمن حدود الكثاية مبينا أن الاحتياطات الأجنبية انخفضت بنسبة 20% تقريبا خلال العام الماضي وإشار المصدر إلى أن حيازات الذهب تقارب الخمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف دولار نافيا وجود خطط لزيارة الاستثمار بالذهب في ظل استمرار أثر الأزمة وأوضح المصدر أن عملة اليوان الصيني هي إحدى العملات المستثمر بها ضمن الاحتياطات الأجنبية قرر البنك المركزي الإشراف على عمل المصرف الزراعي وذكر إعلام البنك المركزي في بيانا أنه قرر شروع بعدد من الإجراءات التقيمية في المصارف الحكومية وسيتم في هذا السياق مباشرة بالإشراف الكامل على عمل المصرف الزراعي التعاوني مشيرا لأن ذلك يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي باشر بتنفيذه البنك المركزي العراقي من أجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي وضف البيان أن البرنامج الإصلاحي سيتضمن الإشراف على قطة التأهيل والتقويم لعمليات المصرفة بما يستجم ودوره المشود في التنمية الاقتصادية يواصل العشرات من المحتجين في الناصرية أغلاق مصفى لقار النبطيل اليوم الثالث على التوالي ومنع الموظفين من الدخول وقال شهود عيانا المحتجين من خريجي المعاهد التقانية وكليات الهندسة أغلقوا الطريق أمام المصفات ومنعوا دخول المركبات الخاصة بنقل المنتجات النبطية والموظفين مطالبين بتعيينهما في الأثناء قام محتجون بغلق مبنى دائرة فرع المنتجات النبطية في ذقار وذلك بحسب مصادر محلية قالت العشرات من الخريجين قاموا بإغلاق المبنى مطالبين بتنفيذ مطالبهم في التعيين ملوحين بمزيد من خطوات التصعيدية في الناصرية قام العشرات من المحتجين بإغلاق مبنى ديوان المحافظة أكد ذلك شهود عيانا شاروا إلى أن المتظاهرين من خريجي إدارة والاقتصاد أقدموا على قطع جسر الناصر أمام حركة المركبات وسط الناصرية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في البصرة وبعد أن طرقوا جميع الأبواب لحل وضعهم المأساوي دون جدوى باشر العشرات من العمال المسجرين على شركة ابن ماجد بمحافظة البصرة بالاعتصام على بوابة الشركة ملوحين بالتصعيد في حال عدم تثبيت عقودهم على الملاك الدائم شركة ابن ماجد احدى التشكيلات التابعة لوزارة الصناعة والتي تقوم بتجهيز الدوائر الحكومية بالصناعات المختلفة وكذلك تقوم بتجهيز المستشفيات بقنان الأكسجين خصوصا في ظل جائحة كورونا ولكنها لم تقوم بصناعة الأمل للعاملين فيها وتجهيزهم بأكسجين الملاك الدائم الاعتصام الذي ترونه أمامكم هو نتيجة لوعود كاذبة ومصير مجهول نحن مجموعة من عقود الشركة ابن ماجد باشرنا بالشركة من شهر العاشر 2019 من تاريخ مباشرتنا لهاي اللحظة نعاني ما نعاني يعني نختلف عن عقود كافة الوزارات أول ما اجينا قالوا فلوس ماكو فلوس اكو اشتغلوا ما اشتغلوا يعني وضعية كانت ما انزل الله بها من السلطان رواتب ماكو صارنا نعاني من ذي السنة لهاي السنة عقودنا ما متجدده ليش يعني من شهر الواحد من الواحد واحد انتهت عقودنا 30-12 واحد واحد لازم يتجدد اليوم احنا 15-13 ماكو تجديد عقد ليش يعني نسأل احنا نؤمنون مدير ادارة مديرة الادارة موجودة عندنا ما تطينا جواب مجلس ادارة ما يطيق جواب قرارات كل واحد يصرح بكيفهم مدير عام ما موجود مدير يومية اجازة كل ما نريد نصعد لما نلقاه يومية اجازة زينا احنا نطالب من اليوم المعتصمون اكدوا بانهم طرقوا جميع الابواب ولكن دون جدوى واكدوا ايضا باننا نعمل في هذه الشركة متحدين خطورة العمل ومشقة الدوام اليومي الذي فرض علينا واسقط عن غيرنا تبعا للعلاقات والمحسوبيات لكي لا نقع فريسة للظروف المعيشية ولكن اصبحنا نعمل دون مقابل وعندما نسأل ما هو مصير عملنا تأتي لجابة باختصار اقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون احنا من داومنا وقعنا عقد ويا الشركة واحنا عقود تشغيلية وشبالنا القرارس قالوا اتم عقود وزارية نوقع عقد ويا الشركة راتبك 355 يلي في قصة قطعون منه تقاعد وقطعون كل شي نجي للراتب من شهر الثالث صارت كورونا للشهر نهاية الثنعش اجي المدير ريابة رواتبنا قالت تم مالكم رواتب انا عنده اصابة عمل انصبت هذا الفقد الايمن انا رابط بلاتين حاليا نعم خلال العمل وما الي كل مستحقات يعني كل مستحقات ما الي لاحد جاني لاحد سألني لاحد قللي شنو اصابتك ماكو شي يعني حاليا كشي ماكو اليوم نعتصم وغدا ننتقم هكذا اكد المحتجون في بوابة الشركة مطالبين بانصافهم من قبل الجهات المعنية سوف تكون احتصامات باب الشركة نسد باب الشركة وننصب شادر وما نتحرك من مكان نيل لحين تحقيق المطالب مؤكدين بانهم لا يعرفون مصيرهم لغاية الان حكومة الاقليم تضع مواطنيها في رفاهية لا نظير لها وحكومة البصرة تضع مواطنيها في دائرة الفقر والحرمان اجور يومية وعقود في خانة النسيان فمتى يصح النائم ويقوم بتثبيتهم على الملاك الدائم علي نعيم قناة دفريو تيفي وطن البصرة امنيا اعلنت خلية الاعلام الامنية تفاصيل قصف قاعدة بلد الجوية وقالت في بيانة ان صاروخين سقطت خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر مشيرا الى ان انطلاقهما كان من منطقة سعودية التابع لقطاء او لقاط عمليات ديالا اذا وكان مصدر امنية كذا وقوع هجوم بسبعة صواريخ من نوع جراد سقط منها ثلاثة داخل القاعدة واربعة اخرى سقطت في قرية البو حسان التابعة لناحية يترب جنوبي قضاء بلد وتبعد كيلو متر واحد عن القاعدة في ديالا اعلن اامر اللواء الرابع في الحجر الشعبي حسن علي عبود مواصلة عمليات ثأر الشهداء لليوم الثالث على التوالي شمالي شرقي المحافظة وقال عبود ان قطع الحجر الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش في المناطق الوعيرة والزراحية مشيرا الى ان هذه المناطق معزولة تماما عن المدن ولم تصل اليها القوات الامنية سابقا واكد عبود انجاز نحو 25% من العملية وان بطء التقدم بسبب العبوات الناسفة وعملية القنص من قبل عناصر داعش مضيحا انه يتم الاعداد لفتح الطرق وتأمينها ضمن هذه المناطق وانه سيتم تحقيق كامل الاهداف للعملية خلال ايام في ديالا اكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة السابق حق الجبوري ان اجتماعات امنيا وموسعة عقدت او عقيدت برعاية قاطع محور ديالا الحجر الشعبي بمنطقة سنسل شمال قضاء المقدارية وضف الجبوري ان الاجتماع تم بحضور قيادات امنية من الجيش والشرطة بالاضافة الى رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري فضلا عن شوخ العشائر والوجهاء في القرى المحررة الشمالية المقدارية وناقش الاجتماع مقضايا المنطقة وبينها نشر نقاط المرابطة وتجريف بعض المناطق لنشر القوات الامنية لادامة زخم عملية تعقب ورصد اي نشاط للخلايا الارهابية كما اشهد بدور قادة الحجر الشعبي والجيش والشرطة في تفاعلها الايجابي مع مطالب السكان الامن الوطني القلقض على شخصين يقمان بالاحتيال على المواطنين بمبالغ مادية بحجة تعيينهم وفق كتب واوامر ادارية مزورة شيبان القبض على شخصين وفق معلومات استخبارية في باب اليهمان المواطنين بالتعينات حيث نصب الامن الوطني كمن يطيح بشخص يوهم بالتعيين على ملاكة الامن مقابل مبالغ مادية وعبر كتب واوامر ادارية مزورة واستغل اضعاف النفوس مئات الخريجين الباحثين عن التعيين في ظل اهمال القطاع الخاصة وغياب فرص التعيين في المؤسسات الحكومية ليقع ضحية المحتالين اضافة الى اعتقال امرأة بالجرم المشهودة تقوم باستحصال الاموال مقابل التوظيفة وتم ضبط بحوزتها كتب وهوية مزورة وتم على الفور احالتها الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقها ودعا جهاز الامن الوطني المواطنين عدم الانجرار خلف المحتالين مضيفا لا توجد حاليا تعيناتا محذرا عدم تصديق المحتالين والوقوع بالفخ داعيا الابلاغ عنها كذا اشخاص في ملف جائحة كورونا كشفت خلية الازمة النيابية على التوصيات المرتقبة المقرر رفعها الى اللجنة العلية لصحة والسلامة الوطنية بشأن حضر التجوال وامتحانات نصف السنة وقال النائب جواد الانجرار خلية ستعقد اجتماعا يوم الاربعاء بحضور وزير التربية والصحة وسترفع الى اللجنة العلية توصيات تتضمن رفع الحضر الكلي والابقاء على الحضر الجزئي مشيرا الى ان التوصيات الاخرى تتضمن تحديد موعد انتحانات نصف السنة بين العشرين الى الستة والعشرين من الشهر الجاري على ان تكون حضورية هذا وقد استكملت وزارة التربية استعداداتها الفنية واللوجستية لاجراء امتحانات نصف السنة والكرس الاول والتمهيدية حضورية وذلك مع قرب الاعلان عن موعد اجرائها واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق وجود تنسيق مع الجهات الامنية والصحية والخدمية من اجل توفير الاجواء الملائمة للامتحانات مشيرا الى ان جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضوريا بالمدارس لتحقيق الشفافية في الامتحانات في الاطار للاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا يبقى التعليم الالكتروني ولجاحه مورد جدل بين المواطنين بين مؤيد ومعارض تفاصيل اكثر في التقرير يشهد العراق وكما دول العالم ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والتعليم والصحة وعطلت الكثير من امور الحياتية واليومية للفرد العراقي فالتعليم في المدارس بات عن بعد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من ايجابيات التدريس الالكتروني انه التواصل ويطلب اثناء اي وباء او اي خطر يتعرض الى المجتمع مو بس العراق لكل المجتمع فالتواصل يكون من ضمن البرنامج الالكتروني لان صعب التواصل الحضوري بالنسبة للتعليم الالكتروني بالمدارس اذا يخلونا الطالب يداهم اصور الطالب اكثر ارتزام بالكمامة بمواعد التعقيم المدارس كلها معفرة التباعد موجود فهذا اذا كانوا هدفهم انه الفيروس والكورونا والهم وما بين مؤيد ومعارض لاغلاق المدارس في ظل جائحة كورونا وتزايد اعداد الاصابات تحدث مواطنون بالنسبة للتعليم الالكتروني موزين كل السلبي بالنسبة للطالب يعني الطالب ما جاء يقرح ماكو اي دراسة ماكو بالتعليم المدرسي خابر يعني باليوم خمس دقائق او عشر دقائق وماكو يجاب احنا نريد الدوام رسمي نشيلون الحضر والدوام رسمي لان طلاب لانتهت يعني التعليم الدمر فد مرة تعليم الالكتروني مثل ما سألتي يعني هو التعليم حسب الطالب الطالب اللي يستفاد واللي يقرأ واللي يجاوب واللي يقرأ اللي يعني تابع ويه المدرس يعني كل شي موجود على اليوتيوب على التواصل الاجتماعي الاصدقاء وكل احنا عندنا قارب وعرف يعني حتى اللي ما عنده عنده انترنت اللي تابع ويه المستقبل ويقرأ يعني تعليم يعني طبيعي حال حال الصف او المدرسة اتخذت وزارة التربية هذه الاجراءات الوقائية لتعطيل الدوام الرسمي في المدارس واعتماد التعليم الالكتروني باشارة من وزارة الصحة العراقية التي ارتأت هي الاخرى ضرورة غلق المدارس لمدة معينة بسبب تزايد الاصابات ويبقى التعليم عن بعد ما بين مؤيد ومعارض وما بين السلب والايجاب الا انه اصبح حلا ناجعا بحسب وزارة التربية في ظروف انتشار الوباء وجائحة كورونا من الناصرية جنان الموسوي WTV وطن من الناصرية الى قضاء الرفاعي نختتم نشرتنا حيث حاز الشاب حسين على العتاب على شهادتين عربيتين في مجال البرمجة ضمن مليون مبرمج عربي والتي اطلقها محمد بن راشد المكتوبة في دولة الامارات العربية المتحدة من شمال ذيقار الدول المميزة بشبابها انا حسين علاء جعفر من قضاء الرفاعي محافظة ذيقار عمري 17 سنة بصف الخامس العدادي بداية اكتشاف موهبتي بالحاسوب والتقنيات بعمري 6 سنين ولما اكتشفت مبادرة المليون من برمج عربي في 2019 دخلت بها مسار تطوير صفحات المواقع الالكترونية بس تركتها بسبب الظروف بسبب عدم اتقان اللغة الانجليزية بشكل كامل وبسبب ضعف الانترنت رجعت لها في 2020 بشهر السابع حصلت شهادة الاتمام في مسار تطوير صفحات المواقع بشهر 11 رجعت بشهر الواحد 2021 دخلت بمسار تطوير التطبيقات وحصلت الشهادة الثانية الابداع لا يفقه مفهوم العمر فهو يتجرد من ذلك حسين العتابي البالغ من العمر 17 عاما وصل الى القمة في مبادرة المليون مبرمج عربي وحاز على شهادتين عربيتين ضمن هذه المبادرة والتي ترعاها دولة الامارات العربية وضمن المبادرات الكثيرة لمحمد بن راشد المكتوم التي تهدف الى تزويد الشباب العربي بالقدرات والمهارات الاساسية لتعلم البرمجة الالكترونية مبادرة مليون من برمج عربي مبادرة ايراها محمد بن راشد المكتوم مرفوعة لمنصة اداستي للتعليم المبادرة تهدف الى تطوير الشباب العربي وتعليمهم لغات البرمجة اللي هي لغات المستقبل دخلت بالمبادرة سنة 2019 تركتها بسوء الظروف رجعت دخلت بـ 2020 حصلت عليها بـ 2020 على شهادة تطوير صفحات المواقع الالكترونية بـ 2021 حصلت شهادة تطوير التطبيقات حسين من كان طفل كان عنده ولع بالحاسبات كان عنده طموح انه يحقق فتشي بالحاسبات شفنا انه هذه الموهبة بدأت تنمو عنده تنمو بشكل سريع كأن كل من حوله ظلام لكنه خرج من الظلام ليكون نورا مشعر لمن حوله واجه العراقلة والحواجز لكن ذلك لم يثني عزمه عن تحقيق احلامه واهدافه وطموحاته انه شاب حسين العتابي من ذقار مشتبى صالح قناة WTV وطن نذكر بالعناوين بسبب التعنت الكردي مجلس النواب ينهي جلسة صاخبة ويفشل في تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعد احتجاجات غاضبة لتركمال وعرب كالكوكب بغداد تلغي قرار تسليم لموقع الكردستاني المقر المتقدم للعمليات العسكرية البنكو المركزي يفقد 20% من الاحتياطي النقي خلال العام الماضي ويبدأ تنفيذ خطته للاصلاح المصرفي منذ ايام متواصلة استمرار الاحتجاجات في لقار واغلاق مستمر لمصفات النفط في الناصرية شكرا للمتابعة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر